اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن فوز دراج فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية داميانو كاروسيو بالمركز الأول في طواف إيطاليا يجسد إحدى العوامل الرئيسية في المساهمة في الترويج لمملكتنا الغالية في المحافل العالمية عبر اسم البحرين إضافة إلى المساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للبلاد 2030 وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن فريق فيكتوريوس البحرين لدراجات الهوائية حقق العديد من المكاسب في مشاركاته الخارجية والتي نواصل دعمها لتحقيق الأهداف المرجوة مبينا أن الفريق علامة فارقة في المشاركات الخارجية والتي دائما ما تحقق الإنجازات لمملكتنا الغالية وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن شهر مايو الحالي شهد تميزا واضحا لفريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية عبر كسب المراكز المتقدمة بعد أن تمكن الفريق من كسب طواف هنغاريا وأن إنجاز طواف إيطاليا يعتبر امتدادا لسلسلة النجاحات التي ما زال يحققها الفريق وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أنه حريص على دعم الفريق في مواصلة تعزيز المكاسب الرياضية والاقتصادية للمملكة متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لفريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية في المشاركات القادمة والتي ستكون أكثر أهمية وقوة والفريق سيكون قادرا بإذن الله على مواصلة تحقيق الإنجازات